نشكر السيد رئيس الجمهورية على هذه الانتفاة الطيبة فيما يخص القانون الأساسي والاستنيناه منذ ديسمبر الماضي والبارح كانت فرحة في طواقم الطبية والشبه الطبية على الموافقة إن شاء الله بإذن الله تكون الإصدار القانون يكون في مدة قصيرة نتمن قرارة رئيس الجمهورية باهتمام بهذه الشريحة من المجتمع شريحة عمال الصحة ونتمنى أن يكون القانون الأساسي في مستوى تطلعات وطموحات عمال الصحة في الحقيقة هذا القرار الذي أقره السيد رئيس الجمهورية وصادق عليه المزيز للوزراء جاءنا كصراحة مفرح وأثلج صدورنا لأنه في حقيقة جاء بعد جهد جاهيد خاصة بعد الجائحة التي مرت بها بلجائحة كورونا هذا المسار وإنما جاء كثمر جهد للطاقم الطبي والطاقم الشبه الطبي ونشكر كذلك وأعيد وأكرر على السيد رئيس الجمهورية الذي اندل هذا على شيء إنما يدل على اهتمامه كبير بالقطاع الصحة بالجزائر عموما واهتمامه كبير بالطاقم الطبي والشبه الطبي نحن كمنتسب القطاع نسمن هذا القرار والذي جاء نتاج سمرة عمل وجهد أقر به السيد رئيس الجمهورية وهو اعتراف ضمني منه بمجهودات الجيش الأبيض الذي بدل هذه المجهودات الجبارة القرارات الدائمة التي تخص للتعزيز القدرة الشرائية للمواطن تحسين المستوى المعيشي انتعوا دائماً نثمنوها لأنه المواطن الآن رأوا في حاجة إلى هذه زيادة التي يعني تخليه يعيش في أريحية ويعيش في كرامة وكذلك يعني يخليه دائماً يعني يدير ثقة في الدولة انتعوا في المسؤولين انتحوا شاهدنا بالأمس انعقاد مجلس مجلس الوزارة والذي تطرق إلى القانون الأساسي النظام الصحة نحن نثمن هذه الجهود وهذا الأمور يخلونا نخدمه بأريحية أكثر